نشكر زمينا على هذا التقرير ومشاهديننا نحب نرحب بالمتصابق الأردني حسام سالم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أخونا أحمد وشكرا على استضافتك أهلا وسهلا فيك أنت حصلت مؤخرا على لقب طبعا سباق السرعة الرابع اللي كان بنادي السيارات الملكي حابين تحكي لنا على هذه البطولة خصوصا كان في 51 متصابق من الأردن وفلسطين طبعا في البداية الحمد لله قدرنا نتمكن نحصل على المركز الأول جميل حاليا هي بطولة الأردن مكونة من خمس سباقات سرعة من ضمنها كمان في السباق السادس اللي هو مرتفعته اللي الرمان بدخل بمحصلة النقاط تمام فبمحصلة النقاط الحمد لله إحنا تقريبا متصدرين البطولة ويمكن حتى أنه البطولة حاليا ماخدينها ماخدينها بحكم أنه متصدرين حاصلين نقاط كتير ما شاء الله بدون مشاركة للجولة الأخيرة كانت كتير منافسة حلوين وبين الشباب قدرنا بالجولة الأخيرة طبعا نكسر الوقت لأنه تعرف هي حاليا بطولة الأردن هاي الفرق بينها وبين البطولة الماضية أنه هي ثلاث جولات الجولة الثالثة هي اللي بتحكم متصدر السباق فبدك تكون تركيزك أكثر وتجهيزك أكثر وأحسن عشان تقدر تحصل على المركز الأول جميل يعني هكا عم نشوف هك قدامنا الابتسامة عم نشوف قديش جد قدي تعبته لحتى لقيته هك شعور الفوز حكي لنا أكثر هكذا الشعور طبعا شعور الفوز كتير حلوه خصوصا يعني بأجواء المنافسة يعني الجولة الأخيرة كان زي ما حكت لك هي بدك زي كأنك بتصفر العداد من الأول الجديد وبدك تحاول تجيب رقم أحسن طبعا الجولة الأولى والثانية بتكون عبارة عن دراسة للسباق نفسه كيف المسار وبناء عليه كل سائق بحط الخطة تبعته بالجولة الثالثة الحمد لله بقدرنا نعمل قابة منيحة بين المركز الثاني والثالث عشان نحاول إنه نحصد النقاط اللي بناياها عشان نحاول متسطرين المراكز الأولى بالترتيب العامل طب نحنا زي ما نعرف يعني منشوفها السيارات المجاهزة منشوف هيك بس بس قبلها بيكون تجهيزات وتصبيت السيارات بيكون عندكم كثير أجهزة وتقنيات بتستخدموها حابينيك نحكي الفترة قبل البطولة ايش بيكون فيها قبل البطولة طبعا تجهيز السيارات صار على مستوى عالي كثير يعني احنا بالأردن نعتبر من الرياضيين بتعديل السيارات جميل سواء كان يمكن بتشوف رياضات الدريفت الغالي السبيد تست حتى السيارات الجديدة هلا في الباهة كل هذا بتتم تجهيزه بالأردن فمستوى تجهيز كثير عالي وأنا فخور جدا فيه بالأردن لأنه نعتبر من الرياضيين احنا لمجهز السيارات ما قبل السنة بتكون كل سائق مجهز سيارته عامل خطة لكل شيء بدويا سواء كان بالكوشوك بالبنزين بفريق السيانة وعمل ميزانية لها فالتجهيز حتى قبل السبق بكون فيه تدريبات منطلع نتدرب منحط يعني عشان انت ضلك بالردم نفسه تبع السيارة لانه بتعرف ما بين كل سبق وسبق تقريبا فيه شهر شهر ونص فانت بترد تبني هاي التدريبات تبني لك أو بتسقلك بطريقة بحيث انك انت بترجع على السبق بطريقة يعني تكون فعال فيها جميل وليس انك تكون بتعرف الوحب ببرد قبل بعد شهر شهر روس لقيه برد حتى بالفور من اللون بالسباقات الكبيرة بتلاقي فيه براكتس دي وان دي تو دي يعني بكون فيه تدريبات جميل طب هيك نحكي انت ما شاء الله من الأسماء المعروفة بالبطولات وبسباق السيارات ايش مثلا اكثر هيك بطولة خليني نحكي حصلت عليها كان لها تأثير بحياتك الله هي بطولة حصلت عليها وبتمنى احصل عليها كمان مرة يعني انا فيه بالرمان فيه بالالفين واثناش جيبت الربط يعني رقم الرمان كان كتير صعب بأيامها خصوصا على سياراتنا اللي هي الدفع الرباعي فحصلت على دي او تسعة واربين كانت كان مجهود كتير عالي يعني كانت تجهيزات كتير عالية حتى بتجهيز من 2011 و 2012 فهذا كان يمكن احلى سبق كان بالنسبة لي بال 2012 اللي حتى كان لي مشاركة برالي الأردن الدولي كان لي مشاركة في السباق العاقبة كان يعني في مسميتها أنا بانوراما كان الثلاث سباقات اللي بالنسبة لي في السنة كانوا كتير حلوين منهم جميل خلينا نحكي اكثر زي هيك تجهيزات وزي هيك فوز اكيد بتواجهوا كثير صعوبات لحتى توصلوا لنحكي مرحلة الفوز حتى يعني تصير معاكم الامور خلاص تخلص في صعوبات كثير بتواجهوها بحضر سيارات مسواقة موضوع القطع موضوع يعني هاي الشغلات تحكي لنا عنها تجهيز السيارة يمكن بالنسبة لي أنا يعني عايش بين السيارات يعني مع تجهيز السيارات رح يكون بالنسبة لي الشغلة بسيطة بس بالنسبة للشغلات الثانية اكيد رح يكون اشي بالنسبة لهم صعب اكثر مني صعب لانه بتعرف تجهيز السيارات بدو اشي تكنيكال كثير بالنسبة لي رح يكون متعب ما رح يؤثر علي عشان الخبرة اريد ان تلاقيك حافظ وعارف كل شيء موجود عندي صحيح وانا بحب انا اشرف على الموضوع هذا بنفسي نعم وتجهيز السيارة انا بجهزها ستتب السيارة انا بسويه فبحكي لكين نتيجة خبرة خبرات يعني صليفها عشرين سنة بريطة السيارات ماشا الله فرح يكون بالنسبة لي سهل كثير بس الشباب الجديد طبعا تجهيز سيارات بدو جهد وبدو تكاليف وبدو تدريبات حتى كسائق انت بدك تكون جاهز نفسيا وجسديا بكل اشي بالسباق ففي ضغوطات كثير اكيد بواجهة السائق الاردني حاليا بالنسبة للتجهيز والتجهيز نفسه بس بالنهاية لما تجهز نفسك وتكون على كما يحكوها على البرفكشن بتجيب نتيجة ممتازة حلو وممتاز قد يعمل نشوف شباب برضو من حالهم يروحوا بجيبوا سيارة معينة أو سيارة بسعر يعني الواحد يقدر ان يشتري مثلا بسعر خفيف بتلاقي بلش ويجهزوا بس ما بيكونوا عارفين كثير بموضوع القطع او اشي يعملوا بتلاقيهم مثلا بلشوا السباق بعد شوية بتخرب سيارتهم قد يمثل الناس خربت سيارتهم بس اثناء السباق هو تجهيز تجهيز بيكون على اصوله يعني اذا انت ما بجهز سيارتك على اصوله اكيد رح يتبلش موضوع القطع وموضوع الخراب بيكون يعني اكتر يعني بدك بدك يكون في واحد تكنيكل وراك عشان يجهز سيارتك مظبوط لانك انت متكلف متكلف ودافع دافع ودافع رسوم اشتراكك ودافع تجهيزاتك ودافع كل شيء مش معاول سيارتك تخرب بنفس السباق يعني ما بتصدف مرة خربت سيارتي لا يعني شيء انه ممكن انه تجهيزك يكون انه مش مظبوط صحيح السيارة بتخرب على ستارت يعني ما فيها مشكلة يعني ان شاء الله الشباب الجديد اللي طالع هاي يعني اللي زي ما حكيت عنهم يحاولوا يسوي سيارات احسان ويتقدموا اكثر ونشوف جيل جديد ان شاء الله حلو طب عم تشوف في اقبال اكثر للشباب مؤخرا على سباقات السرعة اه بشوف اهم يعني فيه جيل جديد صراحة يعني فيه شباب كتير يمكن انا منسمع بأسامية احنا المتصدرين دائما بس فيه شباب ورانا كتير اجداد وشاطرين وعم بنافسه بجيبوا مراكز كتير منيحة بتمنى انه منكو انكو تصدفوهم وتعملوا اللقات معهم من اجل التشجيع ودعمهم سواء كان بالسبونسر تباعهم بالرياضة تبعتهم وفيه يعني عدة رياضات صراحة السبيد تست يمكن عم بلاحظ اكتر رياضة موجود فيها شباب صغيرة حاليا حاليا هناك رياضة الدريفت فيها شباب بس انا عم بحث ان رياضة السبيد تست شوي معطي اهتمام اكتر تمام هناك اكتر رياضات يمكن ان تشهر بالنسبة للسيارات عندك الرالي والسبيد تست والدريفت اش فيه كمان امور او هدول اكتر ايش هدول اكتر ايش هدول اكتر ايش هدول اكتر ايش هدول ايش هدول ايش سباقات الهالفلايم المرتفع الرمان حاليا نعم سيارات الملك يحاول بطولة الشرق اوسط مع لبنان وسوريا يعمل بطولة واحدة جميل يعني ايش كتير حلو برضو فيري الباها هي رياضة اللي سموها الكروس كونتري اللي بتقطع بالصحراء يعني هاي رياضة مختلفة تماماً الرالي احنا ممكن اكتر بلد موجود عنها رياضات برياضة السيارات مختلفة لانه بالبلاد الثانية ممكن طبيعة جغرافية تبعتنا بتأهلها او بتأهلها او بتأهلها اكتر من شغلة طب خلينا نحكي مين مثلاً كان داعمين للك لحتى مثلاً انت وصلت للي انت فيها والله يشوف بالبداية انا كنت داعم نفسيا هي يعني حصيدة جهد شخصي كان لي انا بحب السيارات من زمان يعني بدايتي في السيارات كانت انه من مني من نفسي ما كان انه فيها جميل صرت احاول يعني احنا ايام التسعة وتسعين والتبانية وتسعين ما كان في انترنت طب احنا كنا نجتهد بنفسنا نشوف شو بنا نركب اطاع شو بنا نعمل لانه انا الباكراون تبعي اي تي فشوي هات ساعدني ساعدني شوي بتجيز سيارتي بس يعني حالياً الشباب ما شاء الله عليهم بدخل على الجوجل بحط الاطع اللي بضيها تطلع ايو احنا ما كنا هيك ابداً يعني كنا نحاول نجتهد بشغلات شخصية منها نحاول نعمل سياراتنا بادينا ما كان في متوفر اطاع حالياً على الانترنت تتوصل الاطع تيجي كل عندك يعني احنا ما كان ابداً هذا الموجود كنت حتى متذكر احكي تليفونات مع شركات عشان بس اتواصل معهم على اطع على كيف بده احول مصاري كيف بده الاطع تيجي يعني كان موضوع الاطع كتير صعب صح فلما بنيت سيارتي في البدايات كان مشوار كتير صعب يعني هلأ ما شاء الله عليهم الشباب بيجوا لابسين ومرتبين ومساعدون السيارات هلأ بكبسة بطلب القطع من ضرر تيجي يكون جاهز يعني هو اصلاً لابس جاهز يعني ما احنا حتى لبس كنا نتغلب فيه اصلاً ما كان كمان منتشف نصنعرف فيه لبس وانهي البدل اللي بتلبسوها مع الهلمة مع هاي الشغلات لازم حقاضة على مواصفات ومقيس معينة يعني 100% جميل طب هاي الرياضة هل إلها داعمين مثلاً بالأردن والله فيه داعمين ما اخده حقها خلينا نحكي لا مش كتير صراحة لانه منتعارف كيف الأوضاع حالياً يعني الشركات الداعم الرياضي السيارات مكلفة جداً فانت اذا تحكي لدعم متك تدعم بموالغ كبيرة فما اعتقد انه في الشركات حالياً راح تقدم على موضوع الدعم بالرياضة هاي لانه مكلفة جداً فممكن تحصل مجدعم انه يعني مساعدة يعني انت مثلاً بكلفك السباءات نفترض 20-30 دينار ممكن تساعدك للشركة او الداعم ب2000-233 دينار بس هذولة يعني بساعدوك طبعاً إذا انت مشارك مشارك فبساعدوك فان شاء الله متمنى الأمور تتحسن شوية وتصير الشباب أكتر وعندها قدرة انها تصرف على سياراتها وشركات الداعمة تكون حسنا ان شاء الله يا ربط خلينا نحكي إذا انتهى كي أحبين ننهي اللقاء بنصيحة لها الشباب النصيحة للشباب اللي عم تفوت بهذا المجال أنا بنصح كل واحد بالشوارع بشحط أو بسوق بالشارع أنا كنت واحد منهم يمكن فرياضة السيارات عن جد بتهذب الشخص وبتخليه يسوق بهدوء بشجع الشباب كلياتهم اللي جاء عباله يسوق يجيب سيارته العادية يشارك فيها بنيادة السيارات الملكية عبارة اشتراك كثير بسيط ما بدها تجهيز سيارتك العادية اللي بتروح فيها على الشغل أو بتيجي فيها على الجامعة أو أي شيء بتحطها لك بالسيارة بتلبس الهلمت بتسوق بالجوال بتلاقي حالك انك انت مارست الهواية اللي بدك إياها بطريقة سيف وبطريقة بروفيشنال فأنا بدعي الشباب كلياتهم يعني صراحة يسوقوا شوية شوية بالشوارع ويتجهوا لموضوع الرياضة جو الحلبات جميل نشكراك على وجودك معنا اليوم شكراك أخي وأكيد إن شاء الله كل دعم لكافة المتسابقين إن شاء الله نشوفكم بمراكز أردنية وعربية وعالمية إن شاء الله شكراك أخي شكراك